بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم يا حبيب عاملين ايه يا رب دايما تكونوا بألف خير وسعادة صباحكم فل ان شاء الله هنعمل النهار ده الازف وطير زي ما احنا شايفين كده طرية قدي ايه وحشوتها تحفة جدا وريحتها قلب المكان وما فيش في سهولتها وتطبيقها اسهل من كده يلا مع بعض نبدأ نشوف هنعملها ازاي بمنتهى السهولة واللزازة وفي وقت قليل جدا ونسمي بالله وندخل نشوف هنعملها مع بعض ازاي هنعمل فطير حلوة وحدقة زي ما احنا شايفين كده فطير حلوة بالسكر والمكسرات وفطير اه حدقة بالجبن وباللحمة على حسب بقى الحشوات المتوفرة عندنا يلا على بركة الله نبدأ اول حاجة طبعا علشان نعمل الفطير هجيب لفة من اللي هجولاش لفة كويسة كده نص كيلو وابتدي افردها قدامي كده مهدمة فك وحضر التشريبة اللي هعمل بيها دي عبارة عن معلقتين زبدة مسياحها على معلقتين ثلاثة من الحليب او الزبادي المتوفر عندك ما تقيديش نفسك ومعلقة صغيرة من البيكنج بودر بس كده والحشوة بقى زي ما احنا شايفين كده انا كان عندي لحمة مفرومة بواقي كده مع الصجة ضفت عليها معلقتين من الجبنة المتزرلة مع واحد فلفل احمر وواحد فلفل اخضر وعملت ايه حشوة كده الحشوة بقى الحلو زي ما احنا شايفين معلقتين زيبيب على معلقتين جوزهند على معلقة كده من فول السوداني المجروش هنبتدي زي ما احنا شايفين بقى نجهز الفطاير بتاعتنا بالفرشة كده ندهن الطبقة الاولانية او الورقة الاولى من الجلاش ونتنيها اتنين كده بالنص وبعد كده نحطها قدامنا بالطول زي ما احنا شايفين ونبتدي ناخد من الحشوة بتاعتنا المالح اللي هي اللحمة المعصجة بالفلفل الوان وكمان الجبنة المتزرلة الحشوة دي خطيرة جدا جربيها هتدمينيها الطحفة جدا وطعمها لزيز وفي منتهى اللزازة والسهولة هنبتدي بقى نطبق الفطيرة كده نلمي الجنبين عشان نقفل على الحشوة وبعد كده نطبق بقى بقى الفطيرة لحد ما تبقى معنا زي المنديل كده المربع زي ما احنا شايفين شايفين معايا شكلها هنبتدي بقى نعمل واحدة تانية بنفس الشكل انا هسرع الفيديو شوية علشان ما اطولش عليكم ابتدي ادهن ورقة الجلاش بالشكل ده واخد وطبعا اتنيها الاول نصين كده وبعد كده اجيبها قدامي بالطول واحط الحشوة في النص الكمية اللي انا عايزاها او اللي انا شايفها مناسبة وابتدي اقفل جزء كده منها وابتدي اجيب الجزء التاني عليه لحد ما تبقى معايا بوكت كده زي المنديل هكمل بقى بنفس الشكل ادهن برضو من التشريبة اللي هي عبارة عن معلقتين زبدة او سامنا سايحة عادي مفيش مشاكل لو مش متوفر عندك الزبدة ومعلقتين حليب ورشة كده نص معلقة من البيكنج بودر بيديلها توريقة حلوة وبيخليها تقب في الطوصة كده وتبقى شكلها حلوة هبتدي اكمل بقى بنفس الشكل ادهن الفطيرة او ادهن ورقة الجلاش واعملها نصين واجيبها قدامي بالطول احط من الحشوة اللي عندي الحشوة دي اختياري ممكن تحطي زتون ممكن تحطي فلفل ممكن تعمليها بالجبن بس ممكن تعمليها باللحوم باي حشوة انت بتفضليها او ولادك او بيتك بيفضلها هنعمل كده نجيبها نصين ونعملها بالطول هعمل بقى كده لجبن بس اللي بيحب الجبن عندي رشة كده من جبنة المتزارلة وعندي كمان قطعة كده من الجبنة الرومي هقطعها كده عليها علشان اللي بيفضل الجبن بس مش عايز يأكل لحوم يبقى متوفر عنده ونبتدي نطبقها برضو بنفس الشكل هنكمل بقى الفطاير بتاعتنا كلها بالشكل ده وممكن تعملي حشو حلو ممكن تعملي الحلو بتاعك يكون مثلا كاسترد ممكن تعمليه بالمهلبية او القشطة الكدابة الحشوة اللي تحبيها اعمليها انا حبيت النهار ده اعمل الحلو عندي بالمكسرات عملت اتنين بس كده للتحلية ما حبيتش اكتر او ازود وكانوا في منتهى اللزازة وكمان الفطاير الحدقة كانت تحفة جدا وريحتها خطيرة جدا شايفين معايا دلوقتي بنعمل الفطير الحلو بلزي بيه بوست الهند وكمان حطيت عليه كمان معلقة كده من الفول السوداني المجروش وحطيتهم لوحدهم علشان ما يتلخبطوش في باقي الفطاير واعمل كمان واحدة دي الاخيرة زبطتها كده وقتنتها نصين وبعد كده حطيت الحشوة في النص بالم الجناب عشان اقفل على الحشوة وابتدي قدهندهنة خفيفة كده الاطراف وطبقها على بعضها بتمسك في بعضها بتبقى زي المنديل كده اروح بقى للتسوية عندي معلقتين من الزيت حطيتهم في طوصة كده تفال سخنتها كويس جدا قبل منزل بالفطاير بتاعتي الفطيرة خفزها او تسويتها ما بتاخدش معايا اقل مثلا من نص دقيقة على كل وش بقلبها نص دقيقة على الوش ده وبنص دقيقة على الوش التاني شايفين معايا بتاخد لون في منتهى السرعة وطبعا الحشوة عندي مستوية اللحمة العصاج مستوي والجبن ما بتاخدش وقت على طول بتسيح جوال فطيرة بصراحة ريحتها قلب المكان وتسوياتها سهلة وحشوتها سهلة كلها على بعضها في منتهى السهولة هنكمل بقى لو الطوصة بتاعتك نشفت ما بقاش فيها زيت هتحطي معلقة زيت وتسيبيها تسخن فكل مرة بتعملي الفطاير علشان متتلسعش منك وتطلع معاك بالشكل الدهبي التحفة جدا ده وتديك ريحة حلوة قوي وشكل يفتح النفس ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن ما فيش اسرع من كده تسوية انا عملت دلوقتي الفطاير بمنتهى سهولة هكمل كده بقيت الفطاير اللي بتستوي معايا بخرجها زي ما احنا شايفين ما شاء الله هنا حسيت ان الطوصة بقت نشفة حط معلقة زيت علشان تطلع كلها نفس الشكل ونفس اللون ما يبقاش في حاجة لونها مختلف ما شاء الله حلوة قوي لازم ايدك فيها كده وتنتبه عليها لان احنا عارفين كلنا ان الجلاش حساس جدا وممكن على فكرة ترسيهم على صنية الكمية كلها وتدخليها الفرن لو مش عندك طوصة مثلا انت فالت تعملي عليها وعايزة استسهلي بس انا شايفة ان طبعا الطوصة اسهل بكتير ما بتاخدش وقت خالص وبتعمليها وانت وقفة ومتضطريش بقى تولعي فرن وحررت الفرن اتضايقك في الصيف وكده اسهل من كده ما فيش تسوية هنخلص الكمية بتاعتنا ما شاء الله تبارك الرحمن دول الاخر فطرتين اللي هو فطير الحلو خلصنا كده خبز الفطير ما فيش اسهل من كده فطير عملناه شايفين ما شاء الله من لفة الجلاش عملنا الطبق الحلو ده شكله شاهي جدا ويفتح النفس فطير باللحمة وفطير بالجبنة وفطير كمان بالسكر او فطير حلو وحادق من لفة جلاش واحدة عملنا عشاء حلو قوي ويفتح النفس ورحته قلب المكان وشيء من التغيير ممكن تعمليه لولادك وهم بيذكروا دخلين على سنوية عامة اهتمي بيهم بأكلهم وبتغزيتهم شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن مليانة حشوة ازاي والجبنة سايحة جواها ورحتها تحفة جدا يلا جربي بقى الفكرة دي انا متأكدة انها تعجبك جدا كطعم وكشكل وكتقديم من كل حاجة شكلها يفتح النفس اسهل فطير ممكن تعمليها جربيها ولما تعمليها قليلي رأيك فيها بسبب منتهى الصراحة وان شاء الله تكون عجبتكم ويا ربي دايما تكون كده بقدر اقدم لكم افكار مفيدة وصحية وان شاء الله تدعموني دايما بلايك وشير واستودعكم عناية الرحمن والسلام عليكم ورحمة الله